أهلا بكم أحيات الكنائس الكاثوليكية في الأردن الحجة المسيحية السنوي لموقع عماد السيد المسيح في المغتص والذي رعاه المدبر الرسولي للبطرياركية اللاتينية بير باتيستيا باتسفالا بحضور عدد من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات وعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة وجموع غفيرة من المؤمنين واجتمل الاحتفال على قراءة الترانيم الروحية وإقامة صلاة خاصة في كنيسة اللاتين ومباركة مياه نهر الأردن المقدس تفاصيل أوفا في التقرير التالي أحيات الكنيسة الكاثوليكية في الأردن الحج المسيحي لموقع عماد السيد المسيح وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الظهور الإلهي الإختاص بقداس إلهية مهيب ترأسه المدبر الرسول للبطرياركية اللاتينية بير باتيستا بيتسبالا بمعاونة المطران وليام الشومة لمطران اللاتيني في الأردن والمطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفلادلفيا وسائر الأردن للروح الملكيين الكاثوليك والمطران ماركوتسو النائب البطرياركي في القدس والسفير البابوي لدى الأردن ألبيرتو أورتيغا مارتين وكهنة وراهبات البطرياركية اللاتينية في الأردن ومجموعات الكشافة والشبيبة والفعاليات الرعوية في عدة رعايا وقبل البدء بالاحتفال الذي حضره عدد من السفراء والمسؤولين وشخصيات رسمية وجموع من المؤمنين شكر سيادة المطران الشومة لكافة أبناء الرعاية في المملكة الذين شاركوا في الصلاة في موقع المعمودية كما شكر عطوفة أمين عام وزارة السياحة والأثار عيسى جمو على مشاركته المميزة وشكر بشكل خاص السفارة الهنجارية على مساهمتها في إنهاء أعمال البناء للكنيسة التي ستكتمل مطلع العام القادم أنتم الذين بالمسيح ترجمة نانسي قنقر وفي عذة القداس التي ألقاها المدبر الرسول بيتسبالا شكر كل من شارك في هذا الاحتفال المميز وخص الدعمين الذين لم يتوانوا بعطائهم بحسب تعبيره وهم السفارة الهنجارية وعائلة المعشر وقد أثنى على عطائهم للكنيسة وأضاف متأملا بعيد الظهور الإلهي الذي ميز الأردن بمعمودية السيد المسيح على ضفافه فعلينا أخذ البركة من الماء لكي يحيينا في نعم إلهية وتأمل أيضا بالقديس يحنى المعمدان الذي كان يعمد بالماء أما السيد المسيح فكان يعمد بالروح وأضاف بأن السماء على ضفاف نهر الأردن انفتحت لتكسر الخطيئة وتدخلنا في عالم المحبة فعلينا أن نعيش بتعاليم السيد المسيح على الأرض فكلماته كلها كانت منهجا للحياة وبعد العظة توليت الصلوات والطلبات لتقديس الماء ومن ثم منح البركة للناس ثم رفعت الذبيحة الإلهية على نية السلام في العالم وشرقنا المتألم المليء بالجروحات وفي ختام الصلاة القى أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قمو مندوبا عن وزيرة السياحة كلمة قال فيها نسخر بهذا النهر الخالد الذي تعمد فيه السيد المسيح والذي يدعو الجميع للوقوف على جوانبه بالحمل هاشمي الذي ينعم به هذا المكان المقدس مشيدا بامتياز الأردن كمقصد مهم جدا في جلب السياحة الدينية الروحية واختتم بشكره لكل رؤساء الكنائس ولكل أبناء الكنيسة في الأردن معايدا إياهم وهنا في الأردن وطن الجميع إرث الدين والحضارة وبدايات الإنسانية لقد بقي هذا الحمل هاشمي على مر التاريخ في طليعة الدول الأكثر نهضة والأجمل موقعا والأعرق تاريخا بقي كذلك في طليعة نماذج الوئام بين الأديان وقبول الآخر فلقد تأسس على إرث خالد من التعددية والاحترام وقواعد العيش المشترك وكان له على الدوام وقفات خالدة في الدفاع عن قضايا الأمة وحفظ حقوقها أيها السيدات والسادة لقد جاء لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله مع الشخصيات التي تمثل الطوائف المسيحية مؤخرا بمناسبة الأعياد المجيدة لقاءا مهما وعميقا ونحن نؤمن أن حرص جلالته الكامل كملك هاشمي يشمل رعاية وحماية الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين وإبقائها مكانا آمنا للعبادة وقدم الأب إبراهيم الشوملي أمين سر البطرياركية اللاتينية في القدس كلمة شكر لكل من أعد وتعب في إنجاح هذا اليوم المميز شاكرا الأسرة الأردنية الواحدة التي تلتف حول الخير والمحبة دائما خاصا في شكره حامل بلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك وأثنى على دور الأجهزة الأمنية التي تسعى دوما لأمن وسلامة المواطنين دون استثناء واختتم بشكر الفعاليات واللجان التابعة لمطرانية اللاتين في الأردن والجهات الإعلامية العالمية والمحلية والكنسية هذا التقليد السنوي في الأسبوع الثاني من كل أول شهر من كل عام تحتفل الطوائف المسيحية الكاثوركية في مكان عماد السيد المسيح الوزارة السياحة والأثار دائما داعمة لإقامة وتنظيم هذا النوع من الأنشطة مع القائمين على موقع المغتس اليوم الموقع عماد السيد المسيح يزوره أكثر من 145 ألف إنسان في العام الماضي ومتوقع أن يزيد هذا العدد كون هذا الموقع يعتبر على قائمة أولائحة التراث العالمي موقع إرث إنساني حضاري ثقافي ديني هذا المكان المبارك المقدس إن شاء الله نتأمل في الفترة القريبة القادمة سيعج هذا المكان بأعداد كبيرة جدا من الزوار والسياح الأردنين والعرب والأجانب كحجاج وكمؤمنين ومصلين لزيارة المملكة بشكل عام وزيارة موقع المغتس بشكل خاص